حققت مملكة البحرين إنجازا حضاريا رفيع المستوى بالحفاظ على موقعها ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص للعام الثالث على التوالي وهو أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال الإنساني مواصلة انفرادها بهذه المرتبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبذلك بفضل بنية القانونية والمؤسسية الراسخة وحرصها على تطبيق وإنفاذ القانون لحماية الضحية ومعاقبة الجاني وقد أشهد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بالجهود الحثيثة لمملكة البحرين الجادة والمستدامة في تعزيز بيئة العمل وتوفيرها الظروف المناسبة لمساعدة الضحايا في الوصول والحصول على العدالة إلى جانب توسعها في ملاحقة وإدانة المتورطين في هذه الجرائم ويدلل التصنيف الأمريكي على الجهود الحكومية التي حققتها حققت المعايير الخاصة بالقضاء على الاتجار بالأشخاص كما هو منصوص عليه في التشريع الأمريكي وقد طبقت البحرين بشكل تام المعايير الخاصة بمكافحة الاتجار وهي الفئة التي تحافظ عليها مملكة البحرين للعام الثالث على التوالي وأشار التقرير إلى أن مملكة البحرين اتخذت العديد من الخطوات الكبيرة والجادة في مجال محاسبة المتورطين في جرائم الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى السلطة القضائية وصولا للإدانة وتحقيق العدالة بحقهم ودعم الضحايا ومساعدتهم في تجاوز التداعيات نفسيا واجتماعيا وأعرب التقرير عن تقديره لتعاون مملكة البحرين الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص مشيرا إلى أن جهود المملكة لم تنحصر في داخل حدودها وإنما سعت من خلال تعاون دبلوماسي وأمني وقضائي مع عدد من الدول في قضايا مختلفة إلى إنصاف الضحايا ومعاقبة الجناح حتى بعد مغادرتهم المملكة كما نوه التقرير بجهود مملكة البحرين ومبادرتها بإطلاق النسخة الأولى للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط والذي مثل فرصة لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والتعامل مع هذه الظاهرة من منظور دول منطقة الشرق الأوسط وبما يسهم في صياغة رؤية موحدة لدول المنطقة للأدبيات والوثائق الدولية والأممية الخاصة بالاتجار بالأشخاص وتطرق التقرير كذلك إلى إعادة هيكلة هيئة تنظيم سوق العمل وهي المؤسسة المسؤولة عن إصدار تصاريح العمالة الوافدة في المملكة من خلال استحداث إدارات جديدة تعنا بملف الحقوق والحماية للعمالة ككل مشيرا إلى أن هذه الخطوة تدلل على جدية الدولة مأسسة الحماية والدعم ومساعدة الضحايا أو المحتمل تحولهم إلى ضحايا التجار بالأشخاص كما أثنى التقرير كذلك على افتتاح مكاتب تسجيل الدعاوى العمالية لدى هيئة تنظيم سوق العمل وتطرق التقرير إلى الجهود المبذولة للارتقاء بكفاءة وقدرات الموظفين إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة هذه الجريمة الدولية وأسليب التعرف على ضحايا العمل الجبري ومساعدتهم ونوه التقرير بمجموعة من البرامج المطبقة في مملكة البحرين ومنها تصريح العمل المرن الذي يعمل على معالجة بعض الظواهر السلبية في سوق العمل كما أشاد تقرير الخارجية الأمريكية بنظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص الذي يربط كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص بنظام إلكتروني موحد وهو ما يسمح بمراجعة ومبادلة سير ومتابعة سير القضايا وإدخال عمليات التطوير المطلوبة